لو الحكاية فيها هنّا هنّا التاجر بيغلي فيه التاجر الثاني اللي بعده بيغلي عليه بيجي البيّاع بيغلي على المشترك على المواطنون مواطنون بيتمع كل حاجة في الأخير مستقعات الحكومة صح ومستقعات الحكومة مواطنة بيتمع في الأخير كل حاجة طب انت الفتر الجاي انت شاف ان المفوضة للحكومة تجوم بدور اكتر من كده انتلاق بالسوق وتشوف احوال الدجار عشان الاسعار بتنزل مفروض طب مفروض طب تجار ما راعب تجار مفروض طب تجار مرفروض طب هل هو العدف بس ساب الرئيسي ردفع أسعار اللحم البلدي إيه بضبط؟ هل التجار هم رفع الأسعار، ولا اللي علف هو رفع أسعار اللحم البلدي إيه بضبط؟ على الأسعار. تفهمني بس أين مدار؟ رفع أسعار العلم هو حكل سبب أن يتحدث. وقتك في هل الان اللحم البلد نفسه، هذا جاء غالي. بيجي غالي. طبعاً هو والضع ما يجي له في الصابب، إيه بسيارة المصري على الطبع. يعني ممكن ان احنا مثل ما سمتكين لان قلب البلد ساعة قصر غالب مرتفن حتى غزباً عنك جديد ان تبتح المثال عشان قد تقدر تشتغل وبص جدا ع قمة البحر ومتكين من الثامن وبص جداً كاملوا مع قصر على قصر بعد انت مش عايز قد تبصر بماظر فغزباً عنك يجب فيه سعر من قلب البلد نفسه جاي مرتفع انتعلم الفلاح نفسه اللي يبيع لك جاي مرتفع تيجي تسأل ايه؟ والعلم قالي عني ايش عمل ايه؟ انا غزباً عنك غزباً وهو بيصف كتير في البلد والشط يصف كتير غزباً عنك تعمل ايه؟ اللي كنت في الاول بتاخد البقرة بجام ودوقتي بتاخدها بجام يعني مثلاً العجلي ممكن كان الاول يعمل له 15 بعد يعمل له 17 ألف ايه؟ وتجيب مثلاً العجلي تجيبه مثلاً 15 بعد يعمل له 14 طب بعد ما الاسعار جليت دلوقتي كله اللحم يوصل كم دلوقتي؟ كم الزحمة؟ 85 85 طب بعد ما رتفت الاسعار هل انتشاف اللقبال زي ما هو من المواطنين؟ ولا لا اشتركوا في القناة